صباح النور من جديد مشاهدينا صباح النور مجددا هبة صباح النور مجددا لإلك طوني يعني إجرينا بيحملونا أكيد هن أساس الجسم بدنا نهتم فيهم ولكن الكثير من الشبان يهتمون ببناء عضلات الصدر والمعدة والذراعين ويتجاهلون أحيانا بناء عضلات الأرجل التي تعطي شكلا متوازنا للجسم صحيح طوني للمعرفة المزيد عن هذا الموضوع ودعنا نستضيف معنا المدرب الرياضي شربل جرجس صباح النور شربل صباح النور لاش بحسك جيت ركضة عستوديو اليوم مرد يباليش حمي جرينا عن الجرين خبرنا عن عضلات الأرجل كنا عم نقول أنه مننساهم أحيانا ومنتجاهلون مثلا أنه يمكن الجهة الفوقية بالجسم بتعطي حضور أكتر مضبوط أكترين العالم بيركزوا على الأسم الفوق من الجسم وبينسوا اللاكز الإجرين نعم تمارين الإجرين نحن بدنا نقول أنه من أهم التمارين هي تمارين الإجرين لأنه هي بتسرع الدورة الدموية بالجسم بتغذي كل العضلات الجسم بتغذيهم من وراء تمارين الإجرين لأنه هي بتكون الدورة الدموية بتسرع بيعلى الميتابوليزم بالجسم ومننحف أسرع نقصر وزن أكيد 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 صحيح طب خلينا نبدأ بالتمارين أول شي ضروري نكون نحن محميين الإجرين طبعنا ما مفروض نحن نبلش التمارين من دون تحمية لأنه كرمال ما نواجه مشاكل كرامبات أول شي بدنا نبلش نشتغل 3 ستات كل ست تقريبا 30 ثانية نكون عم نحمي إجرين عم نبلش نشتغل على السرعة الدموية بالجسم من بعد ما نكون حمينا الإجرين بدنا نبلش أول حركة هي السكوات ما نفتح إجرينة يكونوا إجرينة على سواد بعض نحن عم ننزل بدنا ننزل بطريقة ركبتنا متقرب قدام الإجر قد ما فينا نحن ركبة لازم تكون لميلة وراء كأنه نحن عم نقعد على كرسي سوى مننزل يعني القرفوسة أو سكوات ما زبوط جزء لا يتجزأ من تمارين الرجلين شربل في بعض الأفقار اللي بتنحط على الإجرين يعني مثل كياس بتنحط على الإجرين أو على الأقدام عم نشغل عم نكون عم نشغل نحن الصاعد أكتش نعم ولكن هل هي مفيدة مثل هذه الأكياس خاصة للأشخاص اللي بيعملوا تمارين المشي مضبوط نحن نكون عم نزيد الوزن على الإجرين من تحت نعم أوكي هيدا بدأتكون بحوالي 12 مرة 3 ستات لأربع ستات طب نحن نزيد الوزن شو بيصير بالتحديد 100% هيدا كنا بنحكي نحن بس نزيد الوزن منكون نحن عم نكبر العضلات الإجر نحن نكون عم نخفف الوزن نحن منكون عم نشتغل على تقوية العضلات نعم أوكي نرجع في عنا اللونجز اللونجز هي منكون نحن عم نحط على العضل الأمامية والخلفية للإجر كمان كمان بدنا ننزل ركبتنا ما المفروض تقرب بدنا ننزل ستات بس يمكن من أكتر التمارين المتعبة هي تمارين الإجرين 100% متسرع دقات القلب كثيرا مازبوط نحن بدنا ننزل الركبة قبل ما تدق على الأرض نرجع ونطلق في إلهية طريقتين اللونجز لنشتغلها في الطريقة الهاف نحن منكون عم نقوي الفايبر طبع الإجرين عم نعلي عضلات يعني الأنسية طبعية العضلات الإجرين لنصير عنا نحن قادرين نتحمل بالإجزرسايز أكتر تمرين أكتر وفينا نمشي نحن وعم نمارس مازبوط منكون حمين أوزين بإيدينا ومنكون عم نمشي كمان بطريقة 1 2 شربين للأشخاص اللي عندهم أوجاع بالركبة نعم شو الحل كيف بقدروا انه يقوي عضلات فينا نحن نكون عم نشتغل عنا هايدي التمرين لعضلات الإجر منكون حاطين اللي كنت عم تقليلي عنه الوزن اللي بنحطه على الإجر نعم وكمان منحط الوزن منكون عم نطلع ستريت 1 2 منكون عم نشتغل نحن على الركبة طبعا وفينا نشتغل أكتر شي اللي عندهم فنون إيتالية بيكونوا كمان عم يتمرنوا بهذه الطريقة 1 2 كمان منكون عم نحط نحن أوزين على الإجر بيكون عم نشيل الوزن كله بالركبة طبعا وهي هايدي مفروض نعمل تمارين لأنه دايما بس نكتر التمارين بيكون نحن عم نخسر الركبة طبعا لهذا السبب لازم نعملها ريفراش طب لما بنعمل ها التمارين اللي بتكون فيه مثل ما انت عملته الآن هل المفروض انه الركبة التانية تكون مستوية أو تكون ملتوية لا لازم اكيد تكون مستوية لازم تكون جهلسة الركبة نعم دايما لازم تكون جهلسة هلا نحن دايما وقت يكون فيه لايك برس بالجام بالنواد الرياضية في شي اسمه لايك برس نكون عاديين على الكرسي عم نعمل دفع نعم للأوزين هايدي الطريقة ممنوع نحن نفتح الركبة على الآخر لانه ممكن الركبة اذا فتحت على الآخر يصير عنا انجيري فيه قمت انكسر على الوزن نعم اوكي سومو سكوت بهذه الطريقة على شكل سبعة هننزل فيها هنطلع اللي هي الكروفوسة اليابانية مضبط هننزل هنطلع فينا كمان نحمل وزن بايدنا كاثر باك اما دامبل للأطاهم يكون عا ننزل دايما ظهرنا مفروض يكون جارس ما مفروض ظهرنا يكون دافش لقدان اوكي هننزل شربل فيه ناس جريون بيجوا معضلين او شكلهم حلو بالوراثة نعم وفيه ناس بدون يربوا حتى فيه ناس البطاط الاجريين عندهم تبقى قوية الوقت ياللي الفخذين مثلا ارفاع بيركزوا على جهة من الارجل اكتر من التالي بتمرينه هي حاجة كمانا فيه الطريقة فيه ناس عندهم جيناتيك بتصير القصة صحيح يعني مثل ما عم تقول لي وراسية يعني فيه عالم ما بتمرن اجران بيكون عندهم عضل كبير فيه عالم بتمرن كتير اجران وما بيكون عندهم العدل يعني ما بتكبر العدلة طبعا مثل ما كمانا فيه عضلات بالجسم بتكون كمان جيناتيك اذا ما مرنوا بتكون كبيرة اصلا بدنا نمرنها اكتر مازبوط ايه دي مانا اوية اصلا سو هلأ لحن نشتغل صايد لحن نشتغل على خارج الاجر اوكي كمانا بنحط وزن وفينا نحط نحنا الوزن اللي عم تقليلك انت عنه وفينا نحمل نحنا وزن بلايت بايدنا الصحن اما فينا نحط دمبل ونطلع فيها صايد طلع فيها صايد في عالم كمانا بيقدروا يناموا على الارض في عالم بيشتغلوا على الارض اكتر كرمال ما بيكون عندنا البالانس كفية ليكونوا وقفينوا بيطلعوا فيها اوكي سو بيقدر ينام على الارض هذه دي رح تكون اخر حركة لقلنا شابي بيقدر ينام على الارض بيطلع فيها اوان اوان بيكون كمان عم بيشتغل على خارج العضلات نعم اوكي اوان 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 فنحن اوان ماشد ونحن دائما نفس التمرين المدرب الرياضي Tekish اوان شكرا